أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة حلقة اليوم اللي إجابعت فوز صعب على بلانسيا بهدف نظيف سجل سيرجو بوسكتش في الوقت بدل الطائعة فوز لازم ما ينسينا تفاصيل اللقاء لو بدنا نحكي بعدالة المنطق عدالة المباراة ممكن نحكي إنها أقرب للتعادل كان بلانسيا خطير ببعض اللقطات برشلونة كان خطير والحاكم لغاله هدف صحيح للويس واريز ولغاله أصلا بدل في الشرط الأول انفراد تام للويس واريز اللي صار في الشرط الأول بكل بساطة شوفنا تشكيل نزل في لمسة دفاعية اللمسة الدفاعية هاي كانت قائمة على بوسكتش ماس كيرانو ممكن البعض بحب يطالب فيها بحسها مثالية هاي مثالية في البلاي ستيشن مثالية لفريق ما بيستحوذ على الكرة انت ما بتلعب بوساطين ارتكاز وانت بدكش تستحوذ على الكرة إلا إذا ما بدك تستحوذ على الكرة وإلا إشو فائدتهم هما الاتنين ما بيستحوذوا على الكرة ما بعطوك جوز الاستحواذ يعني ما بيوزع لعب ما بيفتحوا مساحات بيستحواذهم حتى لو سيطرت على الكرة هدا الشي كانت نتيجته انه بشوت الأول كان في فرصة واحدة تقريبا لبرشلونة مقابل عدة فرص لبرشلونة وظل هذا الوضع بدون أي فرص لبرشلونة لعند ما تغير الشكل شوفنا كيف بلانسيا الواحد وتراجع تلقائيا أي فريق بالعب مع برشلونة حيكون يفكر يدافع حيكون يفكر يكون ورا إلا إذا سمحت له قدم وإذا سمحت له قدم هيغلق عليك فرص يعني اليوم لو لكلاوديو برافو لو المباراة راحت لبالانسيا حارس قدم مباراة ممتازة لازم الإشهادة فيها الويس انريكي فكر صح نسبيا فكر أنه لا أنا بحاول أمشي المباراة أول 60-70 دقيقة وبحاول أفوز آخر لكن هاي مغامرة كبيرة لأنه لو سجل بلانسيا مش هتفوز خلص انتهى اللقاء الشي التاني هذا الاعتمال عثلاتي اللي تكلمنا عليه ميسي نايمار ولويس سواريز يحتاج وقت يعني مش بيوم وليلة لأنه مسال لويس سواريز مش متعود عليهم مش منسجم معهم فبدها وقت لما ينسجموا الثلاث بتصير الأفكار الدفاعية هاي بتعطي نتيجة بشرط انه ما يكون الثالث بهالي الفكرة شابي هرناندز لأنه ما بقدر يعطيك الجهد البدني ما بقدر يلعب بفكر صانع علعاب ومع وظائف لعب صندوق لصندوق بنفس الوقت هذا بشكل عام عن الشكل الشكل نجي فاز برشلولا أهم شيء في الموضوع انه فاز برشلولا انت بتتعلم وانت بتفوز هاي أحسن شيء في عالم كرة القدم الويس انريكا أخذ درس جديد الوصول يعد له بس الحق يقال الويس انريكا بعد الخسائر شخص آخر الفريق عم بتحسن فرديا وبعض التفاصيل زي ما حكينا حلقة الماضية الفريق عم بتحسن بتحس انه في تجاوب أكثر عارفين شو بدهم عارفين كيف عم مش المباراة اليوم ممكن خذل انه ليونيل ميسي ما كان بيومه نيمار كان واضع عليه الإرهاق وما حكي حاول أهم شيء إيجابي كان دور الويس سواليس كمهاجم رقم 9 بلشنا نحس شو يعني تكون مهاجم 9 برشلولا فرص أمام المرمى ممكن نضع بعضها ولكن الباقي كان في خطورة في هدف التغى هذا هو أهمية الويس سواليس بهذا الدور لسه عم بتعلم كمان مسألة وقت لكن كثير مهم بنرجع نذكر مسألة هاي الوقت انك تفوز لانك إذا أضحت النقاط بهذه المسألة الناس ما هتشوف كل شغلات هتشوفوا كله سيئ لازم كمان نفكر بموضوع بي كي بي كي ماتوا مع بعض ممتازين جدا لما تلعب ضد فريق عنده لاعب ممتاز بالهواء زي ألفارو نغريدو اليوم حطوا على جن عزلوا تماما بالهواء وهذا كثير ممتاز الآن مسألة الخيار بين التلاث تتوقف على الخصم اللي تلعب أمامه لو بتلعب مع خصم عنده لعبين مهاريين وكل لعب ومهارات وسرعة فيفضل تلعب بي بي كي وماسكيرانو لو بتلعب مع خصم بلعب بفكر كرات هوائية يفضل تلعب بي بي كي وماتيو إذن الويس انريكا عنده أسلحة واضح أنه بلش يعرف يستعملها بالشكل عام المباراة اليوم كانت رايحة للتعادل كانت رايحة إنه خلص برشان الخسر نقطتين ريال مادريد بعد عنه بأربع نقاط بوسكتش أعاد كل شيء وأنقض كل شيء في إيجابيات نعيدها مرة تانية الويس سواريس كمهاجر مقم تسعة الفوز طبعا الشيء الثالث إنه الفريق ما زال يتعلم الفريق عم بتحسن ببعض الأحيان بخط الوسط في تحسن بخط الدفاع في تحسن خط الهجوم بس كانت علامة إنه ميسي ونيمار مش بيومهم وهذا الشيء طبيعي السلبية الوحيدة إنه ما زالت روح برشلونا عزيمة برشلونا حتى لو جاء الهدف دقيقة 94 مش هي اللي بنعرفها مش الروح القتالية هيبت برشلونا نزلت شوي وهذا كمان شيء سلبي شكل عام كانت مباراة ممتازة للغاية في نقطة أخيرة رح أحكي عنها اللي هي فكرة 4-4-2 لما يلعب ضد برشلونا اليوم فالانسيا كان يممكن يلعب 4-3-3 أو 4-2-3-1 بحث الهجوم لكنه بالدفاع كان يتحول لـ 4-4-2 واضحة هالي الخطة اللي كان يلعب فيها هاي الخطة هي أصلا وبتكرت بعد ما كانت الكرة الشمالية عم تطلع والكرة الأوروب والكرة الشمالية والكرة التيكي تاك كانت تطلع بسرعينا اجعت 4-4-2 عشان تواجهها الآن مطلوب من الويس إدريكي انه يعرف انه كل المدربين اللي حيلعب معاه مستقبلا في مباراة كبيرة عارفين هذا الشي هيلعب معاه 4-4-2 بشكل خطين الدفاع اللي شفناه اليوم واللي شفناه زمان مع التاتي كوماندريد واللي بيجبر ألبس يكون معزول لحاله أو ألبا معزول لحاله ويخليهم بدون فعالية ويخلي الكرات بدون فعالية كثير مهم يستعدلهم كثير مهم في المستقبل لأنه لحد الآن نحكي بداية الموسم نحكي ثلث الموسم فقط لسه في مباراة دور عبط الأوروبا لا تعوض الخسارة فيها الخروج منها ما فيها فرصة ثانية قلص كثير مهم يستعدلهم من الآن ما زال الفريق ما زالت كمية حركة ميسي معتمدة على تصرفات ميسي أكثر من عمل الجماعي نفس الشي نايمار معتمدة على تصرفات نايمار أكثر من إنه في عمل جماعي هاي أمور لازم تتعالج لو برشلونة حب يوصل بقمة قبل شهر اثنين لأنه بعد شهر اثنين ما في مجال لتطور عادة في المواسم نوصل هنا نهاية حلقة سيلي برشلونة اللي بتجيكم بالتعاون مع صفحة برشلونة على الفيسبوك وصفحة برسة برسة كمان موجودة على الفيسبوك وأنا محمد عواد موجود في الفيسبوك بصفحة مقالات محمد عواد وعا تويتر أيضا والسلام عليكم